تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سرفي مدريد اللي بتجيكم مني أنا محمد عواد بالتعاون مع مجموعة أر أم في الأرب في تويتر ويوتيوب حلقة اليوم بعد فوز ريال مدريدي المهم جدا الفوز اللي جاء بعد سقوط برشلونة وسقوط أتلتكو مدريد فصار الفوز اليوم مضاعف الأرباح مش مجرد ثلاث نقاط برحة نفسية أكثر وأكثر في الصدارة التشكيل الأساسية اليوم جاءت بالمداورة الوحيدة اللي بيعرفها أنشلوتي أسنسيو برودريغو أو رودريغو بأسنسيو فبدأ اليوم برودريغو بما أن أسنسيو هو اللي بلش الأسبوع الماضي طبعا قبل المباراة أنشلوتي وللتوضيح قال أنه ما بيعتمد المداورة كمبدأ هو بيعتمد المداورة بناء على اللي بيشوفه من اللاعبين فقال أنا شايف اللاعبيني في التدريبات مرتحين وشايفهم عندهم اللاقة في الملعب أنهم يلعبوا 90 دقيقة فبالتالي لازم ما أداور بما أنه أنا عندي تشكيل أساسية قوية ومباريات صعبة والحكم بيجي دائما على هذه القرارات في المباريات حنتكلم أكثر خيرا للقاء أنا مش من مناصرين صراحة المداورة أنها تكون فكرة دائما أنا مع ثبات التشكيل خصوصا لما مدرب يكون فيه موسمه الأول لكن لما نشوف مثلا في كثير من فترة اللقاء اليوم يعني تقريبا لعنما ارتحت المباراة بعد هذا الثاني دقة تمرير السيدان أفضل استحواذه كان أفضل خط وسطك تحت الضغط مش بجودته المعروفة كان عم بيطلع كرة بس مش زي لما كان يطلحها زمان أمام أي فريق بيضغطه كان يطلع الطريقة أريح بيبين أنه عندك مشكلة بخط الوسط أنه مرهق كان فيه كثير تحميل المباراة لجونيور فبالتالي في نوع من الإرهاق أتمنى أن شيلوتي ما يعاند على الموضوع كثير وأعتقد هو براهن أنه يوصل لفترة الأعياد في ديسمبر ويريح اللاعبين هناك جميعهم وبعدها ربما بالقيابة يكون فيه مداورة أوضح وأكثر أول ربع ساعة في اللقاء كان تورينا وين المباراة رايحة السيدان بده يرفع الرتم ويلعب بالسرعة والحماس وريال مدريد ما بده ذلك لأنه بيمره في فترة كثير مباريات صعبة وراء بعض وكل ثلاثة يام مباراة ريال مدريد كان بده الموضوع بالهدوء بالحكمة اللي هو متعود فيها وخلال هذه الفترة والمعرة كمين بديفرض رأيه على الآخر جاءت الإصابة اللي ضربت كثير حسابات ريال مدريد إصابة كريم بن زيمة وخروجه ويقال حتى الآن إنه احتمال يغيب عن المباراة الجاي واللي بعدها يعني على الانتر وأتلاتكم مدريد ريال مدريد لما يخرج عنده كريم بن زيمة يعني بيخرج عنده اللاعب اللي بيرتكز عليه ما بين الوسط والهجوم يعني بيخرج عنده اللاعب اللي جزء أساسي من فلسفته الاستحواذية عشان هيك شفنا الريال برجع شوي شوي أكثر بالمرتدات ربما وبصير تركيزه تماما على أطراف جميع التمريرات بتروح لجونيور رودريغو يوفتش لاعب صندوق مش عم بتحرك مش عم بتعود لاعب غابي كثير على المباريات فما بتتوقع منه من أول لحظة ينزل فاهم شو لازم يعمل بس أنا عندي تحفظ كبير على اللي صار في الشوط الأول لحظة الهدف الأول في الشوط الثاني هي تحميل كل شيء لجونيور ومش أول مرة عم بتصير لما الفريق يدعيك بتحس الفريق عنده التوجه كامل بتعطي الكرة جونيور وجونيور بينطلق بينطلقاته جونيور سلاح خطير وهو أخطر أسلحة ريال مدريد من الناحية الإبداعية حاليا ومن ناحية خلخلة الدفاعات حاليا هذا لا نقاش فيه مهارته ممتازة قدرته نضجه عم بزيده كل مباراة عن اللي قبلها لكن فيه فرق بين أنك تعتمد عليه وتجعله الفكرة الوحيدة اللي صار اليوم بأول خمسين دقيقة كان هو الفكرة الوحيدة لأنه لما يصير الفكرة الوحيدة شوية شوية الخصوم حيصيروا عارفين يتوقحوا لما يصير بهذا الوضع حيصيروا عارفين كيف يحطوا مساند أمامه نعم حيمروا حيعذبوا حياخذ فولات لكن في كثير المباريات حتكون حركته مجرد استنزاف بدني لأنه مش أكثر ربما الإرهاق تحت خط الوسط هو اللي يبرر اللي حصل إنه هو مش قادرين يكونوا جزء الثاني والفكرة الثانية الموجودة في ريال مدريد اليوم لكن لقدام هذا الشيء لازم يتم تجنبه بس حتى لما أتكلم عن ثلاث الوسط والإرهاق لازم ننتبه أنهم بالنهاية عملوا اللي عليهم دفاعيا بشكل مثالي هجوميا نعم ما أعطوا الفرق الكبير لكن كانوا وسطوا الكرة للثرت الأخير وهذا اللي كان مطلوب منهم اليوم يعني عرفوا ينجحوا بالخبرة وعرفوا ينجحوا بالانسجام المش طبيعي اللي بينهم وهذا اللي بيراهن علي أنشلوتي بيراهن على خبرتهم يمشوا هذه الفترة من الأشياء اللي شفناها من برات اليوم مثلا أنه ريكو لعب سسسدان متفوق بشكل واضح على رودريكو في المواجهات الفردية لكن رودريكو مش فكرة هجومية بالنسبة للمدربين كلهم زيدان أو أنشلوتي اللي تعاملوا معاه هو دائما فكرة التوازن ما بين الهجوم والدفاع فكلنا نشوفه بالحال الدفاعية دائما موجود قريب كتير من كارفخال يساند كارفخال ما في عند ريال مدريد جناح بيعطي هذا المجهود الدفاعي غير رودريكو لا أسنسو بيعطيه ولا هازاردو بيعطيه دفاعيا مباراة ريال مدريد كانت مثالية صمودي كبير تحت فترات الضغط الأولى في الشوط الأول وبالشوط الثاني بعد التقدم مجرى لسرعة سسداد لما يحاولي لعب الكرة بشكل أسرع وأيضا كانوا ممتازين في الكرات الهوائية وتمركز خط الوسط مع خط الدفاع مع عودة المهاجمين كان دايما عم يبنع لعيبة سسداد داخله الكرة بسهولة لمنطقة الجزاء ما كان بك تلك التمريرة اللي تحط إساك في منطقة الجزاء لأنهم كلهم وقفين صح زوايا التمرير أقل ما يمكن ما بين صمودهم ما بين هدوءهم ما بين تركيزهم قدموا مباراة مثالية خط دفاع ريال مدريد اليوم طبعا الهدف اللي سجل جونيور بصناعة يوفيتش في الشوط الثاني أخذ المباراة لمنحة آخر تماما طبعا هو بهذا الهدف شفنا جونيور هو اللي انطلق هو اللي خلق المساحة وبعدين يوفيتش أعطيها فالهدف يعني فعليا جونيور بيتظهر فيه قداش عنده قدرات حسب مختلفة مش بس إنه يسجل بسجل وبيزعزع وبيفتح رفاع لي وحده لكن ميزت هذا الهدف إنه خلى فكرة الارتداد اللي كان يعتمد عليها أنشارته اليوم منطقية أكثر ليش منطقية؟ لأنه السوصداد في الشوط الأول ما كان مطالب يغامر كثير لأنه نتيجة عادل لما صارت واحد سفر صار مطالب إنه يطلع أكثر فصرنا نشوف جونيور بيتجي كورات في مساحات أوضح بعد هذا الهدف كان عم بينطلق أكثر من موقف كان بإمكانه ربما يسجل هدفين إضافيات لو لا إنه حارس في موقف والموقف الثاني هو يعني مرر اللي يوفيتش بدل ما يروح على المرمى كل شي صار أسهل حتى تمركز لعبيسو زداد وضغطهم الحالي صار شوي فيه نوع من الاستعجال اللي بيفتح مجالات لريال مدريدي يطلع الكرة من الوسط للهجوم بأريحية أكبر وهذه كانت فائدة الهدف الأول اللي سهل كل شي وخلى فكرة أنشلوتي مناسبة جدا لللقاء الهدف اللي بعده إيجا هدف ثاني يخلى الأمور أسهل وأسهل هذا بيوفيتش يوفيتش الآن بيستسجيله وصناعته في مباراة صعبة مثل اليوم هذه دفع معنوية كبيرة إله مع الأخبار اللي بتقوله أنه ممكن يبلش مع الإنتر وأتلاتيكو هذه فرصة إله يستفيد من هذه الدفع المعنوية ما يخيي بالظن جمهور ريال مدريد بيستنى الحسم بيستنى الفارق ما بيستنى لاعب فقط يكتفي بالشعور بالظلم اللي شفتم منه في فرانكفورت في بعض المباريات في فترة الأولى أنه لعب يعرف يسجل لعب يعرف يلعب لعب يعرف يصنع لعب يعرف يكون مفيد جدا حتى الآن ما شفنا 50% من ذلك اليوفيتش طبعا بعد الهدف الثاني جميعنا عرفنا أن المباراة خلصت صعب جدا نتواجه فريق عنده تقنية خط وسط ريال مدريد وهو متقدم عنده شوية أسماع الدكة عارفين التعطي المدرب ميرونة تكتيكية كبيرة وعنده دفاع اليوم كان متماسك جدا وعنده أطراف سريعة للغاية حتى عاقبك لو فكرت تندفع بجنون إدارة التبديلات أيضا من أن شلوتي كانت ممتازة كما فينجا بدل كاسيميرو لحماية كاسيميرو من الحرمان عشان يلعب مع أتلتك وكما فينجا اللي أعطى لقاء في هدوء في ثقة في شجاعة في بعض المواقف كل ما ينزل بديل كل ما عم بيقنعني أكثر إنه عم بفهم أكثر وأكثر أدواره خصوصا في مكان كاسيميرو عم بيعجبني أكثر فأعتقد شوي شوي كما فينجا حينشوفه يبلش مباريات أكثر لإرحة اللاعبين وأتوقع ذلك مرة ثانية بـ 22 مش من 21 أيضا شفنا التبديلين فالبردي أسينسيو كل شيء كان عم بيجي للسببين تحاول التحافظ على الكرة قد ما تقدر وتزيد حيوية وحركية الملعب أمشلوتي أدهر التبديلات بشكل ممتاز اليوم وقبل ما أختم لازم أوقف مع إدير ميليتاو المدافع الممتاز الخارق جدا صراحة هذه الفترة مش اليوم بس في كثير مباريات هو اللاعب واحد لواحد ممتاز جدا قراءته لكرات الخصن ممتاز جدا وحتى في الإضافة الهجومية شفنا تمريرته اليوم أكثر من مرة شفنا منه تميرات طويلة عم بتحسن بالكرات الهوائية موجود دفاعيا وهجوميا وثقته بنفسه وشجاعته لافتي للغاية صراحة عم بتطور أكثر وأكثر يكون أحد أهم لاعبين ريال مدريد وأحد أهم المدافعين بالعالم بلا شك نوصل هنا إلى هذه الحلقة كنت مع فؤنا محمد عواد موجود فيسبوك وضروري جدا نتابعوني على سيرفي سبورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله